السلام عليكم وأهلا بكم من جديد ستة علامات تشير إلى وجود أمراض خطيرة وراء تساقط الشعر قد يكون سبب تساقط الشعر طبيعيا وقد يكون أحد الأعراض التي تخفي وراءها مرضا جديا يحتاج إلى علاج إن تساقط الشعر مشكلة شائعة في العالم حيث أشارت التقارير في الولايات المتحدة إلى معاناة حوالي أكثر من 80 مليون مواطن أمريكي من تساقط الشعر جراء التقدم بالعمر أو نتيجة المورثات المورثة عن الآباء وذلك وفقا لما أوردته الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد لكن تساقط الشعر قد لا يكون بالضرورة أمرا طبيعيا بل ربما يخفي وراءه مشاكل صحية خطيرة لا يمكن تجاهلها كقصور الدرقية أو الذئبة أو ما يقال لها الثعلبة وهو مرض جلدي لا يمكننا عادة تجنب تساقط الشعر وتحصل على هذه المشكلة في أغلب الحالات نتيجة التقدم بالعمر وفي حالات أخرى يكون السبب وراثيا يدعى هذا النوع من تساقط الشعر بالثعلبة ذكرية الشكل وتسيب حوالي 8 مليون شخص في الولايات المتحدة من الجنسين وفقا لما ذكرته الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد لكن في حالات أخرى يكون تساقط الشعر عرضا جانبيا لمرض أو مشكلة صحية أكثر خطورة حيث قال طبيب الجلدية جيري شابيرو أن الأمراض الطبيعية الطبية والمناعية قد تكون إحدى أسباب تساقط الشعر وفي تلك الحالات يصاحب تساقط الشعر أعراضا أخرى كالطفح الجلدي والتعب والإرهاق وآلام العضلات التي لا تشفى بسهولة إليكم في هذا الفيديو مجموعة من الأمراض والمشاكل الصحية التي تسبب تساقط الشعر فتعرف عليها وحرس على الكشف عنها خاصة وخاصة إن لاحظت أن شعرك يتساقط فقد لا يكون سبب التساقط الشعر طبيعيا من الأعراض الأول وهو تساقط شعر الرموش والحواجب قد يدل تساقط الشعر من أماكن مختلفة من الجسم إلى وجود مشكلة تتعلق بالمنع إذا لاحظت أن شعرك يتساقط من أجزاء مختلفة من جسمك أي جزء غير فروة الرأس فتلك إشارة على وجود أمر خطير هذا ما أوضحه الطبيب جيري شابيرو إن لاحظت انخفاض كثافة الشعر في الحواجب والأهداب فذلك يشير إلى احتمالية إصابتك بالثعلبة وهي مراد مناعي مختلف عن الثعلبة ذكرية الشكل حيث تؤدي الثعلبة من هذا النوع كثعلبة يونيفيرساليس إلى تساقط الشعر بكميات هائلة وفي مناطق مختلفة من الجسم وليس فقط فروة الرأس والسبب هنا أن جسمنا يعتبر جريبات الشعر خطرا أو عدوا فيبدأ بمهاجمتها مما يسبب تساقط الشعر من الجريبات في مواقع مختلفة من الجسم وهناك حالات مناعية أخرى تسبب تساقط الشعر من مناطق غير فروة الرأس كأمراض الغدة الدرقية والذأبة وعلى أي حال باستطاعة الطبيب تحديد نوع المرض وسبب تساقط الشعر بدقة بالاعتماد على عينات الدم السبب الثاني هو الشعور بالخمول طوال الوقت أحد هذه الأعراض هو الشعور بالخمول طوال الوقت قد يكون السبب في تساقط الشعر هو اتباع نظام غذائي سيء إذا صاحب تساقط الشعر شعورا بالخمول والإرهاق فربما تكون مصابا بسوء التغذية أو أنك لا تحصل على كميات كافية من المغذيات التي يحتاجها جسمك فربما تصاب بالإسهال وانخفاض شديد في الوزن وتساقط الشعر إن لم تحصل على كميات كافية من الزنك بالإضافة طبعا إلى شعورك بالتعب بشكل دائم أي أن الأعراض السابقة هي آثار جانبية تشير إلى المراض الرئيسي إن الطريقة الأفضل للحصول على جميع المواد الغذائية الضرورية هي اتباع حمية غذائية متوازنة وخاصة تناول المنتجات الطازجة والدهون الصحية كالمكسرات والبروتينات بالإضافة إلى شرب الماء بكمية كافية أيضا وإن كنت مصابا بسوء التغذية أو تعتقد أنك مصاب بسوء التغذية فتحدث إلى الطبيب حول الحلول المتاحة أو استشر أخصائي التغذية ثالثا من الأعراض نذكر أيضا آلام العضلات قد لا تظهر الأعراض فورا عند الإصابة بقصور الدرقية ولكن إن شعرت بألم في العضلات ولاحظت أن كثافة شعرك منخفضة فتلك إشارة على احتمال إصابتك بقصور غدة الدرقية وهو نوعا من اختلال توازن الهرمونات المناعي وقد لا تظهر الأعراض بداية على الشخص المصاب بقصور الدرقية ولكن ما إن يبدأ جسما مصاب بالتعامل مع اختلالات الهرمونات هذا سيشعر الشخص بالإرهاق والتعب وازدياد الوزن وآلام في العضلات وتساقط الشعر بالطبع إن قصور الدرقية مرض قابل للعلاج وإن شخصت بمرض مناعي فبإمكان الطبيب وصف أدوية تتيح لجسمك الحصول على هرمونات لا يمكن إنتاجها في الجسم من الأعراض نذكر رابعا الأظافر القصفة إن جسمنا يحتاج إلى الحديد وعوز الحديد أو نقص الحديد ربما يكون أحد أسباب تساقط الشعر يصاب المرء بعوز الحديد وهو نوع من فقر الدم عندما لا يستطيع جسمه إنتاج خلايا دموية حمراء سليمة وستظهر بعض الآثار الجانبية على الشخص كتقص في الأظافر أي تصبح هشة وسهلة الكسر وتساقط الشعر إن كان إنتاج الكوريات الحمراء ضعيفا ويؤدي عوز الحديد عادة إلى شعور مصاب بالتعب والوهن بشكل دائم بالإضافة إلى أعراض أخرى كألم في الصدر وبرودة الأيدي والأرجل قد تساعدك مكملات الحديد في معالجة هذه الحالة لكن توجه إلى الطبيب إن كنت تتناول بعض الأدوية كالمضادات الحيوية حيث تتدخل هذه الأخيرة أي المضادات الحيوية في امتصاص الحديد من الجسم ونذكر في المرتبة الخامسة أحد أعراض أيضا وهو أدوية ارتفاع الضغط أو الكوليستيرول يحدث تساقط الشعر إن كنت تتناول هذه الأدوية عادة ما تسبب أدوية خفض الكوليستيرول تساقط الشعر كعرض جانبي وهو ما أوضحه الطبيب جيري شابيرو إن تساقط الشعر المرافق لأدوية الكوليستيرول المرتفع هو أمر نادر الحدود حيث أكد واحد بالمئة فقط من الأشخاص الذين يتناولون أدوية مجموعة ستاتين كالسينفاستاتين أو أتروفاستاتين وهو ما أكدته مدرسة طب هاربارد وبالنسبة لأدوية ضغط الدم والتي تعمل كحاصرات بيتا فقد تكون أحد أسباب تساقط الشعر لكن الأطباء غير متأكدين من الآلية المسببة لذلك إذا لاحظت أن أدوية الضغط والكوليستيرول تسبب لك تساقط الشعر فعليك استشارة الطبيب حول إيقاف هذه الأدوية أو وصف أدوية مختلفة فالخيار يعود لك وقال الطبيب شابيرو حول هذا الموضوع على المرضى استشارة أطبائهم لمعرفة سبب تساقط الشعر وهل يرتبط بأدوية الضغط أم لا ثم سيكون بمقدورهم اتخاذ قرار بوقف الأدوية أو الاستمرار بتناولها ونذكر في الأعراض سادسا انتشار الطفح على الوجه والجسم الأمراض المناعية هي إحدى المسببات الرئيسية لتساقط الشعر كما أوضحنا سابقا يعد مرض الذئبة أحد الأمراض المناعية التي يصحبها تساقط الشعر أي كعوز الحديث أو قصور الدرقية ولكن الفارق بين هذه الأمراض هو الطفح الجلدي والذي ينتشر في جميع أجزاء الجسم عند الإصابة بالذئبة كاستجابة على الالتهابات يظهر الطفح ويزول في أغلب الأوقات ويرافق الذئبة أعراض أخرى كجفاف العينين وآلام المفاصل لذا إن لاحظت إصابتك بهذه الأعراض فعليك استشارة الطبيب قد يكون سبب تساقط الشعر طبيعيا قد يكون أحد الأعراض التي تخفي وراءها مرضا جديا يحتاج إلى علاج لذلك لا تهمي نفسك ولا تتردد بزيارة الطبيب وعمل التحاليل الطبية لمعرفة إن كان هناك لبس أم لا مصدر هذه المعلومات التي تضمنها هذا الفيديو هو موقع إنسايدر لهنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نرجو أن لا تبخلوا علينا بالاشتراكات ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم إلى أن نلتقي في فيديو آخر دمتم في أمان الله وحفظه إلى اللقاء